اي ثانك يعني ان الحد كده الامور تمام تعالوا بقى نمسك كل عيلة كده وناخد المعلومات المهمة فريعا سريعا بالنسبة لنا ولو في حاجة معينة عايزين نتكلم فيها هنتكلم فيها في الاخر واحنا بنمسك اي ميديكيشن طبعا احنا بنتكلم من الكلانيكال او الكلانيكال برسبكتف مش من الفرماكولوجي مهم قوي على الاقل اطلع بالكم نقطة اللي احنا نقولهم دول في الميديكيشن او الحاجة الميكانيزم او اكشن شغال ازاي عشان انا باعرف دنيتي راح فين وجاية منين وماخدش اتنين بنفس الميكانيزم تمام الادفرس افكت مهمة جدا جدا وبعمل عليها منيتورينج برامتر في الكلانيكال براكتس طبعا المونيتورينج برامتر هتبقى مهمة يابخد اعمل ادفرس افكت يعمل كونتر اينديكيشن الكونتر اينديكيشن very very important ماينفعش معرفش ان الاسي نهابتر كونتر اينديكيتد مع البراجنانسي وهكذا لانها مرد كتبت قدامي تبقى مهمة جدا بالنسبة لي لو في اديوكيشن هقوله للعيان هيبقى مهم وفي نفس الوقت لازم احط مثلا البيتا بلوكر لو العيان عنده كذا زي ما احنا قلنا من شوية هتبقى مهمة لو في مورتاليتي بنافت زي ما احنا اتكلمنا في الموضوع هيبقى مهم جدا بالنسبة لي طب انا هنا باخد من وجهة نظر علاج الهايبرتنشن مش نتكلم عن اي حاجة تانية طيب الاس اه ابتور اه ابتور و الارب نفس البيكنزم تقريبا الاس انهابتور يتمنع تحويل el angiotensin 1 والانجiotensin 2 والارب س Bllington 2 ده لانها이에요 يبقى ده كده الميكانيزم باختصار مش عايزين نعرف اكتر من كده في الميكانيزم الاس انهابتور بريل فاميلي و الارب سورتان كان دي سورتان لو سورتان كابتو بريل لسينو بريل انا لبريل رومي هنقول الكلام ده كله يبقى البريل فاميلي هي الاس انهابتور والسورتان فاميلي هي الارب فرست لاين اف تريتمينت اف هايبرتنشن هي زي ما احنا تكلمنا من شوية ثانيا افتقل الاطشمية استرجمة في والفرقاتى استرجمةAlright葉 لالفريق ان افتداث بكل العينين بلا استثناء او ابا استخدام طبعا التكنيك ستبا عبرyi انا ابدى بالدوز 수 ، Lovely ouvure uptled to maximum tolerated recommended to massive rookie على مدال افعار من اسبوع لأفعار يقرا spread كل مرة افعل كتب كبيراتى افكار различém ان افيد اف 있نا استرجمة الاربه افت افرقл كبير افصدهاโ披's لاربه عبرك الر pulقم الاس inhibitor والARBs should not combine together زي ما احنا اتكلمنا كل الدراسات اللي اتعملت قالت ان مفيش added benefit ولكن فيه excess renal adverse effect حصل GFR declining كتير قوي وRisk of hyperkalemia وكمان الكارديو فيسكولار ريسك ابتدى يزيد تمام ودي هاي combination of two RAS blocker والاتنين مع بعض وواحد منهم فقط في ال high risk individual كانوا عاديين وناس عندهم diabetes لقوا ان مور renal event حصلت فيه L2 والكارديو فيسكولار ريسك زاد ومفيش additive benefit تمام ده كده خانة البنفت مفيش اي حاجة hypertensive patient with albuminuria بيستخدموا المين بقى مهمين جدا 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 في العيانين اللي عندهم hypertension كده كده هم first line طب لو عيان عنده albuminuria مهم جدا العيان CKD مهم جدا ده اصلا بيقول لي الراسي اللي هم الحاجات اللي بتقفل الراسي اللي هم ACE و ARBs و mineralocorticoid receptor antagonist are the only agent that reduce the risk of end stage renal disease فمهم قوي والعيان اللي هو عنده proteinuria او albuminuria without hypertension بستخدمه الاس كما احنا قلنا الـ diabetes mellitus left ventric hypertrophy نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده وطبعا هما الاثنين في الـ hypertension هما equi effective او equi potent تمام فقط الـ ARBs زي ما احنا تكلمنا associated with lower treatment discontinuation due to angiodema و dry cough والقصة دي عن ACE inhibitor فافضل شوية في الـ و الـ اه دي الـ طبعا مش كلهم عندنا في بلادنا ولكن عندنا دي الدوز بتاعتي دي كده الـ في اليوم ببدأ طبعا باقل حاجة وبعد كده باقل الحد ما اوصل لـ عند العيان او وده في اليوم بيتاخد كم مرة تمام زي ما احنا شايفين ان الكابتوبريل بيتاخد من مرتين لتلات مرات والدوز بتاعتي اتباع كبيرة شوية تمام طيب مرة او مرتين طبق الحاجات مرة واحدة فهتبقى حلو قوي بيتشرف كتير جدا ولكن اخد بال من العيان بيحتوي على الـ SH group. الـ SH group يعني عنده higher risk of hypersensitivity. فياخد بالي من العيانين اللي اصلا عندهم risk of hypersensitivity. وكمان بيعمل التست change. ااخد بالي كمان من الـ ACE inhibitor مش كلهم اكتف او مش كلهم برو دراج. الكابتوبريل ده اكتف ايجنت والليزينوبريل برضو. يبقى الكابتوبريل والليزينوبريل هم الاتنين دول الوحيدين اللي اكتف ايجنت. فياخد بالي لو العيان عنده اهيباتيك امبيرمنت مسلا مش ينفع ياخد باقي الحاجات. فهيبقى عندي بس اختيارين اللي هو الكابتوب والليزينوب. لان باقي الحاجات برو دراج. برو دراج يعني ايه? لازم تروح الـ liver الاول تتاكتف وبعد كده تروح تعمل شغلها. تمام? طيب. معلومة تانية على الليزينوبريل. الليزينوبريل هو الوحيد اللي هيدروفالك. هيدروفالك يعني هيروح يخرج على طور من الكيدني. وزاوة متابوليزم. مش يحصل له اي فيروح زي ما هو كده هيخرج. تمام? فياخد بالي برضو من العينين اللي عندهم ممكن مش هابع انسى بحاجة ليهم. طبعا احنا هنا مش هنتكلم عن بالتفاصيل عن الادوية ولكن هنشوف بس النقاط المهمة في بالنسبة لنا. وزي ما قلنا كده المحاضرة المنتظرة دي. طبعا عندنا حاجات كتير اللي هو اينا لبريل وطبعا في منه تركيزات وفي منه زي ما احنا عارفينه ولكن انا جايب لكم البراند لوحده او مع بقى مش هتفرع. حضراتكم تشوفه في السوق. الدنيا فيها ايه? الكوفر سيل برندو بريل فاخد بالي الرام بريل اللي هو يعني استخدامه قل جدا الفترة الاخيرة. فاكتر الحاجات المشهورة وطبعا ايزا بريل كو والكابوتن والزيستريل. الادوية بتاعتي برضو مش كلها موجودة لكن اغلبها يعني موجود. الاتا كانت طبعا كانت دي سورتان كل حاجات دي اربي سورتان. طبعا احنا عارفين كل حاجات دي ارستابكس وفيه تراي وفيه بلاس والاكس فورج من اكتر الحاجات اللي اللي بتخرج الاتشي سي تي مع التلاتة اعملوا دابن فالزيرتان وهيدرو كلوروس ايزايد يعني انت عامل اربز مع سي سي بي مع اه هيدرو كلوروس ايزايد او فايزايد ديوريتك فانت عامل تريبل كومبينيشن طيب تعالوا بقى ناخد الحاجات المهمة بتاعتي او جمعتها لكم في ميمونك اسمه كابتو بريل اول حاجة بتعمل كاف كل طبعا حرف استند الكلمة او مصيبة معينة بتحصل كاف بتبقى زيادة قوي مع الاس انهابتور عن الاربي زي ما احنا قلنا انجيوديما بروتينوريا تست تشينج اخد بالي انهاية كونترو انديكيتد مع البرجنانسي بتعمل لي ريش وخصوصا الكابوتين انكريز الريسك او هايبركالميا الكاف طبعا ايخد بالي انهاية بسبب ان الاس انزيم او الانجيو تنسين كونفيرتن انزيم ده اصلا اسمه التاني كينيس تو بيروح يعمل كل الكاينين اه يعمل لها انهيباشن او يعمل لها بريك داون او متابوليزم فمن ضمن الحاجات اللي بيعمل لها متابوليزم البرادي كاينين بيعمل له اي اكتيفاشن او متابوليزم باي اس انزيم طب لو انا باخد اس انهاية بتورف انا قفلت الانزيم ده فزودت الليفل بتاع البرادي كاينين بزيادة قوي فحصل له بقى اكيوميليشن في البرونكيال تري فعمل لها دراي كاف والدراي كاف هيبقى ليها مواصفات زي ما هنشوف دلوقتي بتبقى برزيستانت فعلا مقرفة للعيان برزيستانت واريتيتنج وتكليش وهاكينج دراي كاف ما بقاش فيها بلغة بس بتبقى مقرفة فعلا بمعنى الكلمة حرفيا كده العيان ممكن يسيب الدواء فعلا بسبب دراي كاف دي فاخد بالي واواصل العيان من الاول انه ممكن يحصل كذا كذا وهنتعامل معها ازاي كومان ادفيرس افكت ممكن توصل لعشرين في المية من البيانيشن طبعا الاربيز افضل فلو العيان اصلا ما عندوش اي حاجة تانية غير الهايبرتنشن حاول حضرتك تبدأ بأي اربيز كومبينيشن بقى او الوحدة على حسن ما انت شايف العيان زي ما احنا تكلمنا بتبقى هاير في الميل عن الميل بتبقى دوز ريليتد فمهم قوي الجملة اللي انا بقولها في كل حاجة ستارت لو اند تايتريت سلو يعني ابدأ بقال جرعة ممكنة وبعد كده ابتدي علي واحدة واحدة عشان ما يحصلش ادفيرس افكت المريض يسيب يبقى انت خسرت كل حاجة يبقى لازم كده اعمل ده دايما دايما في دماغي وطبعا جنرالي ريزستان فلو العيان جربت له الايس انهابتر واقل جرعة واستيل برضو الهايكين كاف دي مبهدلاء ما فيش بقى حل ان انا اشيلها خالص وابتدي اضيف له الاربيز طيب هتعامل مع ازاي هادفايز البيشن في البداية لازم اعمل له وانه ممكن يحصل قزة وببدأ بلوست بوسبل دوس زي ما احنا اتكلمنا واشوف فيه كوزس ولا لا في الغالب يعني العين ده ما عاش في كوزس يعني طلبة هيا دي اللي انا بدأتها وعمل له بعدها يبقى غالبا بقى فيه بينهم لو انا بدأ بجرعة كبيرة عللها الاول لو عملت كل الاحتيالات دي وما فيش اي مشكلة خلص حسنة المشكلة يبقى ما فيش بقى حل غير ان حضرتك تسويتش تو ايه ايه اربيز تمام طيب الادفرس افكت التاني المهم الانجيوديما والصور طبعا موضحة نفسها العيان ريسك اوف ديف اه هو ممكن يكون رير ادفرس افكت ولكن فيتل ممكن لايف ثريتنينج ايفانت العيان ممكن يموت لو ما تلحقش بسرعة فالصور طبعا خير دليل او خير معدر هي رير اي نعم فما ينفعش ان انا اه اسيب العيان كده وما اقولوش اصلا الاديوكيشن دي لو حصل لك كزا اجري على عرب مستشفى واقف التريتمنت بتاعك طبعا الانسيدنز زي ما احنا اتكلمنا عن البلايك بيليشن بتبقى اكتر شوية في البلايك وبرضو وجدوا ان هي مايبي ان هي تبقى براديكوينين ميدياتد ويبوتانشيالي فيتل زي ما احنا اتكلمنا طبعا لو حصلت وان ابيسود دي سلالك ده للمريض تماما زي البنسلن سيفير هايبر سنستيبتي كده او انا في الاكسز بتكتب له كرت ان العيان ده عنده بنسلن انا في الاكسز او هايبر سنستيبتي and avoid for life وبتعمل طبعا سبورتيف كير بقى العيان بتعمله بقى اكسجينيشن فينتليشن ممكن توصل فينتليشن وهكزا على حسب ما انت شايفه وتمونيتور لحد ما يقوم بالسلامة وبعد كده تكتب له الكارت او تتدي له الاس مدى الحياة وطبعا ايروي مانجمنت والكصة دي طيب برضو ما تبدأش الاربيز بعنف استنى شوية على العيان بتاعك وبتدي ترايل من الاربيز بلاو استباس بالدوز وبعد كده عالي لان برضو بعض الترايل زي قالت ان ممكن يبقى فيه كروس سنستيفتي بين الاتنين وممكن العيان يجي له انجيوديما برضو لو انا بدأت له بهاي دوزس على طول خبط لزق كده من الاربيز فاستنى كده ابدأ واحدة واحدة بلاو دوز زي ما احنا تعودنا وبعد كده عالي براحتك الارينا الفانكشن طبعا بيحصل لها وورسنينج فبيحصل طبعا مع الاس انهابتر والاربيز الاتنين الكرياتنين وي اليورية باللوجيك كده اكسباكتد بتاعي اساسا وانا عندي رينج معين المفروض ما تعليش عنه لو اكسبتابل لحد الرينج ده يبقى هي انا عارف ان انا هبدأ للعيان عشان كده باخد البيز لاين اه سيروم كرياتنين وبابتدي اتابع عليه هو والبوتاسيوم طبعا فاكسباكتد كده ان البوتاسيوم يعلى واكسباكتد ان السيروم كرياتي يعلى هو وليوريا كوما عادي جدا ولكن ليه رينج معين ان هو السيروم كرياتنين لحد تلاتين في المية من البيز لاين اللي انا اخدته فمهم قوي قبل ما ابدأ العلاجة بقى واخد السيروم كريات اكسبتابل this become the patient's new baseline وانس ان هو كده بقى ال new baseline بالنسبالي وهكذا increase the risk of acute renal failure in patient with severe renal artery stenosis طبعا العيان اللي هو severe renal artery stenosis تخلي بالك من الحاجات اللي هي الاس والاربس دي قوي شوية وخصوصا لو كان bilateral انا في الحالة دي بايلاترال renal artery stenosis افايد control indikatin انت تستخدم الاس او الاربس check for other nephrotoxic drug شوف في حاجة تانية حضرتك العيان بياخدها ممكن تعملي نفروتوكسيستي برضه قبل ما تبتدي تيجي علي الدوز بتاعتك او تشيل الاجنت خالص لانه كارديوفسكولار وسريبروفسكولار بنيفيت ورينوبروتكشن والقصة اللي احنا قلناها الكبيرة دي ensure patient volume rebleted يعني ما بقىش هو بياخد ديوراتيك بفول دوز مثلا بياخد مثلا فيوروسيمايد اه بدوز كبيرة وعملاله volume وحضرتك بدأت له على طول من غير ما تشيك على الجرعات وتعمل medication reconciliation كويس قوي بدأت له base inhibitor حصل على طول sudden drop والسيروم كرياتن انبقى في السماء فحضرتك تأكد من البداية ان العيان volume rebleted واسس طبعا السيروم كرياتن in baseline وكل اه اسبوع لاسبوعين كده انا خدت ال baseline وابتديت الجرعة النهاردة من اسبوع لاسبوعين هبتدي اه اخد السيروم كرياتن in تاني بدي كده after initiation ولو انا زودت الجرعة في اي مرحلة من المراحل لازم برضو استنى اسبوع لاسبوعين واخد السيروم كرياتن in تمام وخصوصا في ال high risk population initiate with low dose زي ما احنا تعودنا elderly وهكذا avoid over diuresis ولكن ممكن تستنى شوية من الفيروزيميل ممكن توقفه لو مفيش عند حضرتك وتبدأ الاس وبعد كده ترجع for chronic therapy consider monitoring renal function كل اربع شهور وهنبتدي نشوف طالما العيان بتده يتحسن والدنيا stable كل اربع شهور لست شهور ممكن تاخد كده وتشوف الدنيا وصلت لقيه برضو risk of hyperkalemia بيبتدي يزيد لو العيان عنده mild hyperkalemia don't stop the medication يعني لحد كام ال range بتاعي لو العيان بتاعي علولي لحد أقل من 6 it's okay ما عنديش مشكلة لو اكبر من خمسة ونص وانت خايف على العيان بتاعك وهو high risk مثلا ان هو يدخل في ايك اوي او حاجات تانية تعمل له hyperkalemia ممكن تدي له نص الدوز بتاعتك لو العيان زاد عن الستة خلاص stop the medication واسس بقى يعني مش stop وخلاص كده تشوف له حاجة تانية لا اسس شوفه بياخد potassium supplementation ولا لا بغض النظر عن هي بتعمل gastric irritation وافهم لهاش لازمة ممكن ياخدها متضايت lifestyle بتاعه عامل ازاي اه في other causes ولا لا ممكن تعمل لي كده بياخد potassium sparing diuretic mal combination amyloride او trimetrin ولا لا زي ما هنشوف بعد شوية وهكذا يبقى حضرتك بتشوف كل الاحتمالات اللي ممكن تسببلي وبعد كده بتشوف بقى هتقلل الجرعة ولا هتوقف في الدواء according to the level بتاعي لو البوتاسيوم زاد عن ستة وقف الاس ومونتور البيو كيميستري طبعا هتتابع البوتاسيوم لحد ما ينزل عشان البوتاسيوم فايتل سواء hypo او hyperkalemia shake other cause of hyperkalemia زي ما احنا قلنا لو بتدي له بوتاسيوم supplementation وقفها طالما ما لهاش لازمة hyperkalemia increase في العينين اللي هم عندهم renal function والعينين اللي بياخدوا بوتاسيوم sparing diuretic فبعضه برضو الحاجات دي اخدها في اعتباري ممكن تبقى هي سبب من الاسباب اللي ممكن تزود للبوتاسيوم برضو نفس الكلام بعمل reassessment بتاعي باخد baseline دلوقتي وقبل مبدأ الدواء ومن أسبوع لأسبوعين بعد الانشياشن غالبا بنمشيها أسبوع وبعد كده بنشوف العيان وصل لإيه وبرضو دوز تايتريشن منتورين البوتاسيوم كذلك اف رينال امبيرمنت اجزت طيب الأورثوستاتيك هايبوتينشن زي ما عرفنا التعريف بتاعه لو هو اسمتوماتيك مش محتاج انتورفنشن ولكن تابع العيان وحط الريسك بتاعه خليه شوف اي بيسود يلاقيها يكتبها وانت بتتابعه ان شاء الله هتتابع الحاجات دي في الفولو اوب فيزت ادفايز البيشن تو ريبورت ديزنس او او اني سيمتومز ريليتد لي الأورثوستاتيك هايبوتينشن لو هو سيمتوماتيك هايبوتينشن هتبتدي تعمل معاه بقى هتقول له بقى ستارتينج دوز بتاعتك خليها بالليل تمام؟ طيب لو هو ستيل برضو ما بيتحسنش وقصرت على حياته أقلل الجرعة بتاعت الهايبوتينسيب ايجنت اللي انت بتاخدها وحاول تشوف لو لونجا اكتنج مينكيشن ولا لأ وفي نفس الوقت لو هو بياخد دايوريتك فافايد اكساس دايوريسيس بفور انشيشن بتاع اي ميديكيشن انتي هايبوتينسيب اصلا واخد بالي ان ممكن الاعراضي تحسن مع الوقت فما استعجلش على العيان بتاعي واخد طبعا العيان واتديله الادفايز والاديوتيشن الكويسة وبيكتب لي اي اي ابيسود تحصل له في البيت وهو قاعد وانا طبعا بسجل عندي فيه الفيزت بتاعتي في سيمتومز برزاست اقلل الجرعة بتاعتك ولو خلاص بقى سيفير هايبوتينشن مش قادر يمارس حياته الطبيعية دايس العلاج ومونيتور الاعيان بتاعك واشوف انادر ايجنت تمام طيب المونيتورينج برامتر طبعا ااخد بالي انا بعالج الضغط فا اول حاجة لازم اسس البلاد بريشر كل شوية سواء هون بيزد وهو بيجيلي في الاوفيس في الفلو اب برضو نفس الكلام السيمتومز اوف هايبوتينشن الاورثوستاتيك زي ما احنا شفنا السيروم كريات باخده بيز لاين هو البوتاسيوم وكل فترة من اسبوع الاسبوعين افتر انشيشن او دوز تايتريشن طيب السيمتومز اوف انجيوديما زي ما احنا تكلمنا افويد فور لايف كونتر الانديكيشن هسترو اف انجيوديما لو قاتله مرة لو بياخد ارني اللي احنا اخدناها في الهورت فيليور انجيو تنسن ريسيبتور بلوكر وزنبري لايسين انهابتور في خلال ستة وتلاتين ساعة استنى وابدى اول جرعة بعد ستة وتلاتين ساعة لو العيان عنده بايلاترال رينال ارتيستينيوزس وهنشوف دلوقتي العيان انا عندي الافرنت ارتيول ادعو بالفيسيولوجيكال بيبقى ضيليتت شوية عن الافرنت ارتيول ايه اللي بيمينتين الافرنت ارتيول ضيليتت شوية كده الحاجات الفازو ديليتور زي البروستاج لاندن مثلا تمام طب الافرنت بيبقى ريتين فازو كونستريكشن عشان الجي اف ار يبقى مزبوط ويبتدي يعمل فلتريشن مزبوط هو بيعتمد بس على الديفرنس اوف بريشر تمام فاللي بيعملي فازو كونستريكشن هنا الانجيو تنسن 2 طيب لو العيان عنده بايلاترا رينال ارتيستينيوزس واديت له اس انهابتور اس انهابتور مش هيعمل فازو كونستريكشن هنا فالأفرنت ارتريول هيحصل له ديلاتيشن فيحصل صدن دروب في الجي اف ار عشان البروشر هنا قل فممكن يدخل في اكيوت كيدني انجري طيب لو السيروم كريات زي ما احنا قلنا اعلى من ستة لو السيروم كريات زادة عن اكتر من ثلاثين في المية من البازلاين سيفير اورتك فالف استينوزس اخد بالي من الحتة دي بايلاترا رينال ارتري قلناها فوق والبريجنانسي برضو اخد بالي من القصة دي طيب يبقى كده الاس انهابتر خلصت والاربيز بالمرة معيها الثايزايد بقى هي دي الديوراتيكس اللي احنا قد دي رسمة جمعها كل الديوراتيكس والميكانزم اف اكشن بتاعي فالثايزايد ده هو زي ما احنا شايفين شغالة على الديستال تيوبيول الديستال تيوبيول شغال عليها الثايزايد فعشان كده هي مش بنفس قوة اللوب ديوراتيك كديوراتيك يعني فباستخدمها كفيرستالين في علاج الهايبرتنشن وغالبا في بلادنا بتبقى ان كومبينيشن تمام طيب ايه الايجنت بتاعتي عندي هايدروكلوروثايزايد وكلوروثاليدون واندبامايد دي الحاجات دي اه الاندبامايد طبعا ومفيش افضلية او مين الافضل اللي انا ببدأ بيهم ولكن الكلوروثاليدون عليه كلام كويس قوي انه هو اه كان افضل على حتى لو كان في الجرعات الصغيرة تمام مقارنة بالهايدروكلوروثايزايد طبعا تمام فافضل لو انا لقيت كومبينيشن فيها كلوروثاليدون يبقى افضل وافضل والاندبامايد طبعا كان له كارديوفاسكولار ريسك وخصوصا في العيان اللي هو عنده ريزيستنت هايبرتنشن بجربه قبل ما ابتدي اضيف السبيرون ولكتون وطبعا الهايدروكلوروثايزايد لو ريسك بانفيت والقصة احنا قلناها كارديوفاسكولار والحاجات دي ولكن الكلوروثاليدون كان احسن منه وحتى في فلو عندي كومبينيشن فيها الكلام ده يبقى افضل طبعا هم العيان اللي عنده لو هو في بلدي او في بلادنا طبعا ما عندناش الكلام ده طبعا في حاجات فيها كومبينيشن من الكلوروثاليدون ولكن للأسف مع الاتينولولكا بيتا بلوكر ومش من الحاجات الريكماندد اصلا بات بيتا بلوكر ادي الكلوروثاليدون اهو معي اميلورايت كمان اللي هو بوتاسيوم سبيرينج دايوريتك وزي ما احنا اتكلمنا من شوية في دراسة قالت ان الادفرس افكت اوف فيا زايد اوف فيا زايد لايك على الجلوكوز ميتابوليزم خصوصا ممكن تقل لو انا استخدمت او حطيت مع الديوريتك ده بوتاسيوم سبيرينج دايوريتك تمام؟ فانا شايف ان دي كومبينيشن قوية جدا والتيكلو ده كان يبقى له باع طويل في الكلانيكال براكتس ولكن موجود الاتينولول كبات بيتا بلوكر بصراحة وخصوصا في العينين اللي عندهم كارديو باسكولر ريسك كتير طيب عندي طبعا البلوكيام دايو من الحاجات المهامة جدا جدا والحاجات اللي بتتاخد كتير اوي في الكلانيكال براكتس عندي برضو كلوروثاليدون ولكن برضو للأسف للأسف الكلوروثاليدون ملقيتش محطوط مع حاجة من البيتا بلوكر الا الاتينولول فيعني لو كانوا فكروا وحطوا مثلا مع البيزوبرولول او القصة دي ايثنك ان الدواء هيبقى له بنيفت كتير جدا وهيمشي اكتر حتى على مستوى البيعية طيب التينوريتك برضو نفس الكلام مع كلوروثاليدون فدي من ضمن الحاجات اللي فيها كلوروثاليدون اللي لقيتها في الماركت والنترليكس طبعا كلنا عارفينه يا مشهره طيب بتعمل طبعا الايكترولايت لكل حاجة هيبوكالميا هيبوماجنزاميا هيبوناتراميا ولكن بتعملي هيبركالسيميا فهتبقى مهم جدا او بالنسبالي لو العيان لو العيانة في ميل وعندها ستبقى حلو قوي تمام العيان اللي عنده برضو بتفيد العيان اللي عنده هايبركالسيوريا هتفيد بيزود برضو بيعمل هايبر يوريساميا او بيزود اليوريك أسد يعني في الدم فاخد بالي لو العيان عنده جود في بعض الريفرنس مكتوب ان هو وفي ريفرنس تانية وغايدلاينس تانية مكتوب ان هو ممكن يستخدم طالما العيان ماشي على يوريك أسد لوورينج ميديكيشن زي الحاجات اللي احنا عارفنا في بوكسستاد او نويوريك والقصد برضو على الميتابوليك تشينج من الحاجات الرحمة جدا بالنسباله الادفيرس افكت بروفايل بتاعه مش قد كده بيعمل هايبر ليبيداميا بيزود الديال والترايجل سريد ويعمل هايبرجليساميا ونيو انسل دايابيتس زي ما احنا اتكلمنا فبيعمل ديس ميتابوليك افكت وبيزود الريسك طبعا اوف دايابيتس ويزيد وخصوصا لو كان مع البيتابلوكر زي ما احنا شايفين في الصور دي طيب ااخد بالي بس ان هو فيه سالفة من الحاجات الميديكيشن كونتينينج سالفة فاخد بالي لو العيان عنده سالفة الجود ااخد بالي بقى لو اكيوت التاك وسيفير قوي ممكن اوقفه شوية لحد ما اعالج العيان لو هو ماشي على يوريت لورينج ثيرابي ممكن اكمل ولكن اعمل مونيتورينج للعيان الضيابيتس برضو مش كونترو اندكيتد ولكن اعمل فريكوانت مونيتورينج العيان ده ويبقى عندي عليه اسطار كده ان انا كل شوية تابع البلود شوجر القصة دي المونيتورينج برامتر طبعا البلود بريشور عشان انا بعالج ضغط عشان اصلا اشوف انا هبدأ اولي لا احنا قولنا اعالي من ثلاثين واعالي من خمسة واربعين بيبقى الافكت بتاعه بتقل طيب الالكترولايت مهم قوي عشان اشوف البلانس بتاعي والابنرمالي اللي ممكن تحصل البلود جولوكوز او البلود شوجر عشان الريسك اف دايبيتز طيب نوت افكتب عند الكرياتين انكليرونس عالي من ثلاثين زي ما احنا اتكلمنا طيب اه طبعا كل الديوريتكس الافضل ان انا اخدها الصباح عشان اعفويد الالعيان بقى كل شوية يصحى يدخل الطويلت بالليل واعفويد النوكتوريا والكصة بتاعت الصحيان من النوم دي. اه دي الجرعات برضو من الجايدلاينز ده الايجنت وبدأ الدوزس فيه اليوم من الاول ببدأ من اللو دوز وبعد كده بقى لحد نوصل للتارجت او الولتلوريتر عن العيان ودي الفريقونسي بتاعتي مرة واحدة فالدنيا كويسة قوي الفايزايد وفايزايد لايك طبعا الميتولازون مش معانا هنا في الهايبرتنشن ولكن بيستخدم اكتر لو العيانة عنده بقى هارتفليور وديوريتك رزيستانت والقصة اللي احنا حكينا فيها فاكتر الحاجات الشعية على الهايدروكلورو سايزايد طبعا اكترهم في الكمبينيشن وبعد كده والنترليكس طبعا اللي هو الاندبامايد ودي الدوزس حضراتكم بتبصوا عليها طيب طيب اللوب دايوريتكس قلنا مش مكانها برضو هنا في الهايبرتنشن اه كعيانة عنده هايبرتنشن لوحده او حتى عنده هايبرتنسف كرايزيس ورايح للمستشفى للطوارئ اوعى تدي له حقنة اللازكس لان حقنة اللازكس دي خطيرة جدا من الحاجات اللي بتعمل لي اصلا اكيوت كيدني انجري لو العيان دبليتد وفي نفس الوقت بيحصل ريباوند هايبرتنشن بزيادة قوي عشان القصة الرأس والرينا الاسكيمية اللي حصلت والقصة دي فاقوع تستخدمها اصلا الا لو العيان عنده فليود اوفرلود يعني زي ما قلنا كده العيان عنده وعنده سيكي دي وبياخد ثايزايد والكرياتين انكليرانس اعلى من تلاتين فممكن تشيلها في الوقت ده وتحط له بانما مش بتستخدم لوحدها كده كسول ايجنت وعيان عنده بس هايبرتنشن تمام؟ يبقى هي بتبريفيرد لو عندي فليود اوفرلود وخصوصا العيان اللي عنده بلموناري اديمة اي نوع من انوائ البلموناري كونجشن عنده هارد فليور وهكذا تمام؟ ودي طبعا الجرعات والحاجات بتاعتي الديوريتكس اللي هي البوتاسيوم سبيرنج ديوريتك عندي الاميلورايد والترايماترين ودي طبعا قلنا عليها من شوية بتبقى غالبا او دايما مش موجودة لوحدها موجودة إن كومبينيشن زي ما شفنا من شوية ولو اتخدت لوحدها ايضا مونو سريبي اصلا تأثيرها ضعيف جدا على الضغط فدايما بلاقيها من موجودة في كومبينيشن الايبيتنس طبعا فيه ترايميترين وشفنا حاجات كان فيها الاميلورايد زي تاكلو اللي احنا شفنا من شوية كان فيه كلوروساليدون واميلورايد الميزة اللي انا حطيتها معافة يا زي طبعا بيقلل الريسك وفي هايبوكالميا لان هو بوتاسيوم سبيرينج فبيزود البوتاسيوم طبعا كونتر انديكيت ده عند أقل من خمسة واربعين وفيه بعض الريفرنس بتوط ثلاثتين ولكن احنا بناخد الخمسة واربعين طبعا الايبيتنس مشهور جدا جدا من الحاجات اللي فيها ترايميترين وزيبامايد ده شبه الاندابامايد شوية من الحاجات اللي برضو موجودة جدا في الكلينيكال براكتس بشراها البوتاسيوم سبيرينج دايروتكوز منيرالي كورتوكويد ريسبتور انتاجونست اللي هما الالدوسترون انتاجونست زي السبيرون ولكتون والايبليرينون. السبيرون ولكتون من خمسة وعشرين لمية وطبعا باستخدمه مرة واحدة ولكن ايبليرينون عشان اوصل ليه بلود بريشر كنترول كويس بيقوله ان المفروض استخدمه مرتين. طبعا انا عارف ان الايبليرينون احسن شوية كأدفرس افكت بروفايل من السبيرون ولكتون. لان كاد انثيروبي لو العيان عنده طبعا دلالالالدكتون اللي هو سبيرونولاكتون والابللينون اللي هو في السوق تركيز خمسة وعشرين وخمسين ايرالونور. طيب برضو يبقى كده خلصنا الثا يا زايد تعالوا ندخل بقى على سريعا كده نشوف المعلومات المهمة بالنسبة لي. وكده كده ناخد بقى الحاجات كده خلصنا بالمعلومات المهمة تعملوا كده في الحاجات بقى مش نقولها عشان كده احنا طولنا قوي قوي. السيسي بيز بتتقسم لي اه ضي هايدرو بيردين ونان ضي هايدرو بيردين according to chemical structure. الضي هايدرو بيردين اللي هي دي بين family. نيفي دي بين عمله دي بين. اه نيكار دي بين فيلو دابن. اه نيمو دابن وهكذا. طيب النان ضي هايدرو بيردين ما عنديش غير 2 agent. فامل ودلتيازام. طيب. كمان ممكن قسمهم بالسيلكتافيتي لسيلكتف كارديو سيلكتف ويبسكولو سيلكتف. الكارديو سيلكتف اللي هما النان ضي هايدرو بيردين تبقى اكتر تأثيرها على القلب. فعشان كده بقى ليهم نيجاتف اينوتروبيك اكتافيتي. فكونترا اندكيتد في العيام بتاع الهارد فيليار. الضي هايدرو بيردين فاسكولو سيلكتف فبوتن فازو دايليتور. فبتعمل لي ريفلكس تاكي كارديا. فاخد بالي قوي من العيانين اللي عندهم انجنا. او اسكيميك هارت ديزيز يعني لو مش ماشيين على بتا بلوكر اوعى تستخدم دول. تمام? طيب يبقى زي ما احنا قلنا دلوقتي الضي هايدرو بيردين شغلها اكتر على البلوت فيسل. فهي بتعمل بقى لكل الارتريول اللي في الجسم ومن ضمنها الكورينارز. فهتبقى ميزة مهمة اوي للعيان اللي هو اسكيميك لو على بتا بلوكر هتبقى حلو اوي. واخد بالي برضو من نقطة تاكي كارديا بسبب العنيف اللي ممكن يحصل ده. طبعا اعنافهم هو اااا واقلهم طبعا عملوا دبن واخواته ولكن النافي دبن دايما لو باستخدامه في الكلانيكال اوت بيشنت كلانيكال براكتس لازم يبقى ما ينفعش اللي هو هنشوفه بعد شوية اللي هو الابلات ده العادي ده اصل مفروض يتشال من الصيدليات يعني ده بيتحط في المستشفى بس لانه بيعمل فحزاري كده العيان يجي لك وتبقى شاكك ان ضغطه وتدي له قرص تحت اللسان انت كده مجرم تمام؟ طبعا في الهايبرتنسف بيشنت في كل الجريد زي ما احنا قلنا ده هو الفيرست لاين وفي كل الجريد وكل الاعمار ما عنديش اي مشكلة ولا عنده سيكشوال اسفانكشن ولا القصة اللي احنا قلناها دي وطبعا وانا بقالج هايبرتنشن بس الواحده افضل الجاء للضايهايدوروباريدين يعني خلي النون ضايهايدوروباريدين في سيلكتاد بيبيوليشن لو انت محتاجها طبعا ما عنديش نيجاتب انوتروبك اكتابيتي فممكن استخدمها في الهورد فليور وريكماندد فقط لو انا محتاج اد اون ثرابي يعني الاملودابن والفيلودابن كنا اخدنا الكلام ده والضايهايدوروباريدين انفكتف كانتي اريزميك ميديكيشن لان هي اصلا بتعمل رفلكس تاكي كارديا مشا تأثر لي على الهورد ريت بالريدوكشن يعني النون ضايهايدوروباريدين على النقيد هي كارديو سيلكتف فبالدبريس كل الكاردياك بروبرتس دبريس الاس اي نود الكندوكشن ال اي في وهكذا فبتعملي ناجاتب انوتروبك اكتابيتي فاقوعة تستخدمها في العيان اللي عنده هورد فليور كونترا انديكيتين وكمان بتعمل بريفرال ديلاتيشن ولكن بطبعا اقلب كتير من الديهايدوروباريدين ففي الغالب مش هشوف منها ريفلكس تاكي كارديا فهنا ممكن استخدمها في الهيبرتنسف بيشنت اللي عنده انجنا هتبقى حلو قوي عشان مفيش ريفلكس تاكي كارديا وما بياخدش بيتا بلوكر العيان اللي عنده اس في تي سوبرا منتريكولار تاكي كارديا وخدناها في الاريزمي او ال اي اف فهتبقى مهم قوي لو هايبرتنسف بس خليك هنا في الضايهايدوروباريدين لو العيان بقى بلايك بيشنت هوي برجنان espi هتبقى برضو الكالسيوم منشان البلوكر هتبقى جود اوبشن بالنسبة لي وخصوصا الضايهايدرو دايهايدوروباريدين ممكن استخدمها بقى في الـ الانال فيشر برضو ممكن استخدم النفيدبين والبريفرال باسكولار ديزيز ممكن استخدم برضو فيها النفيدبيني يمكن أن يستخدم استخدامات أخرى غير الهيبرتنشن فلو عيانة مثلاً يستخدم بقى إبلات لواحده من غير اسا ار في المستشفى اخد بالي بقى مدراج درجة انتراكش متاع الكالسيم تشان البلوكر كلها وخصوصاً الفيراباميل والدلتيازم مع الجريفروت والثري اي فور الحاجات اللي بيحصلها ميتابوليزم بالثري اي فور والبيج لايكو بروتين وخصوصاً الديجوكسن والقصة اللي احنا عارفينها دي الامل هذا من اشهر الحاجات اللي بتبقى وما متأثرش بالاكل فممكن استخدمه مرة واحدة الصبح وخلاص على كده الفيلو دوبين ممكن يتأثر شوية بالاكل فلو انا باخده بوجبة فيها الكربوهيدريت كتير او او فات ميل كبيرة ممكن يزود لي السيماكس ولكن يعني كلينيكالي مش هتأثر قوي النيمو ديبن مش هستخدمه هنا في الهايبرتنشن هو الو انديكيشن واحد اللي هو سب اركنويد بيتاخد بجرعة لازم نحفظها ستين ميلي جرام مرة واحدة في اليوم لمندة واحد بشرين يوم على جرعة فاضية لو سيروزس هقال الجرعة لتلاتين ميلي جرام طبعاً ناخد بالي ان الفيرا باميل من اكتر الحاجات اللي هي دراج دراج انتراكشن وبوتانت اه نيجاتي في الهارد فيلير ولو فرستباس ميتابوليزم زيادة جداً فممكن مسلاً توصل لتلاتين في المية بالكتير يعني تمام؟ طيب دي ممكن المعلومات المهمة سريعاً كده الدبين فاميلي والفيرا باميل والدلت يا زي من هما النان داي هيرو باردين فرستلاين ثيرابي وفور هاي برتانشان زي ما احنا قلنا الى ادفرس افكت اه كالسيم تشانل بلوكرز فيت بيتا بلوكر مجمعها لكم في النمونيكس دي كالسيم تشانل بلوكر اللي هو سي سي بيز فيت اه هي بيتا بلوكرز عشان ما ننساهاش السي سي بي اللي هي كونستبيشان وقف وبرديكارديا فايت فلاشنج وفتيج اينوتروبيك نيجاتيف اينوتروبيك الاي الجي اللي هي جينجفال هايبر بلاجيا بتزود الريسك مع كتر الاستخدام وخصوصاً لو معها حاجات تانية ممكن تزود لي ريسك اوف جينجفال هايبر بلاجيا الهاتش لي هي الهادك ويه الهارت بيرل التيم بتعملي تاكيجيكارديا طبعاً ما الديهايدرو اكتر ويه البي بتا بلوكر البلورد فيجين للبلود برازل لي وممكن تعملي أورسوستاتيك هايبوتينشن الادفيرس ايفاكت البريفرال اديما يبا احنا هنا هنزود البريفرال اديما فيت بيتا بلوكر بلاص بريفرال اديما المونيتورنج برامتر طبعا مهم جدا بعمل ضغط فيها هعمل منتورنج لبلود برايشر هعمل منتورنج للهارت ريت وخصوصا مع الحاجات التي ستكون في نوتروب مهم جدا خصوصا لو كومبينيشن مع البيتا بلوكر يعني لازم يتابع بقى العيان ده وزي ما قلنا مستخدمهاش كده في الكلانيكال براكتس طبعا ممكن تؤثر على الريضم وعمل فياخد بالي من العيانين اللي هم عندهم هاي الرسك ممكن اشوف بقى الساين اف هارت فيلير لو العيان عنده هارت فيلير و بريد سبوز ان هو يجيله اديما لان منضم تمام و بشيج طول الوقت على البريفرا الديما والشورتنس اف بريث و القصة دي كونترا انديكيشن نفس الفكرة السيفير هايبوتينشن السيك سيناس سندروم سيجنافكان تاورتك ستينوزيس تقريبا كل الحاجات اللي تؤثر على الافترلود ما باخدهاش او بستخدمها في السيفير سيجنافكان تاورتك ستينوزيس الناس اللي عندها ساكند او ثيرد جريم الهارت بلوك مش استخدمها العيان اللي على اكيوت ام اي وعنده كومبليكيتد ببراديكارديا البيشن طبعا لعندهم هارت فيلير اللي هما النيجاتيب انوتروب اللي احنا قلناهم والدابليو بي دابليو سندروم اللي هو وولف باركنسون وايت سندروم برضو مش محبزة او نوت بريفير ان انا استخدمها طيب الايجنت بتاعتي الاملودابن والفيلودابن والحاجات اللي احنا قلناها دي الابلات ها اوعى تستخدم الابلات اللي بدون اس ار في الابلات الريتارد استخدمه النورفاسك اللي هو الاملودابن البلندل اللي هو الفيلودابن وطبعا النانضاي هيدرو بيريدين دالتيازم وفيرا بامل بالسستيند ريليز و الديليت فورم و الاماديت الايزوبتن والالتيازم في السوق خلاص؟ طيب كده برضو خلصنا LCCB فاضل لنا كده البيتا بلكرز و الاثر يعني مش هنتكلم كتير على البيتا بلكر هناخد بس المعلومات المهمة البيتا بلكرز نعرف ان هي ففيه حاجات كتير سيليكتف نانسيليكتف سيليكتف و از سبيشيال اكشن مثل نيبي فولول فدي من الحاجات المهمة اللي واعد اه هي دلوقتي الحد الان ولكن زي ما انا قلت لحضراتكو ارجح كده على المستوى الشخصي ان هي في 2023 او 2024 على الاكفر هتبقى من الحاجات الريكماندد فرست لاين وخصوصا انيوار ايجنت زي نيبي فولول والحاجات دي لان لها ترايل حلو قوي واعيدة يعني تمام اه زي ما احنا عارفين ولول هي البيتا بلوكر اتينولول بروبرانول بيزوبرولول وهكذا اي حاجة اخرها ولول زي ما احنا عارفين بيتا بلوكر زي ما احنا قلنا ولكن الى الان فممكن الحاجات دي كلها تتغير الكمبيلنج انديشن زي ما احنا قلنا اسكميك هارت ديزيز بوست ام اي هارت فلير وز رديوش دي ايجيكشن فراكشن الناس اللي على اس في تي وابعمل لهم ريت كنترول الفيميل بيشونت اللي في اه ايج ممكن تحمل في اي وقت او هي بتخطط للحملة فهتبقى اوبشن مناسب تمام عندي طبعا زي ما انا شايف بعض الحاجات بقارن بقى في الكلانيك البركتس بين السيليكتابتي فعندي كارديو سيليكتف بيتا بلوكر اهو كارديو سيليكتف اتينولول بيتاكسولول بيزوبرول ميتوبرولول تارتاريت وساكسينيت وبردو كارديو سيليكتف تانية واسفازو ديليتر اللي هو النيبوفولول ده عليه حاجات وعيدة جدا وهيتحط فرستلاين ان شاء الله قريب يعني وفي بقى الحاجات اللي هي نونسيليكتف بروبرانولول نادولول واخواته وفي الحاجات واسا اللي هو الانترانسك سيباسو ميماتيك اكتافيتي والحاجات بقى اللي هي معاها كومبايند الفا مع بيتا بلوكر كارديول ولا بيتاول تمام واحنا في الكلانيك البركتس بنشوف السيليكتافي بتاعتي عاملة ازاي فانا بحسن شوية باخد الكارديو سيليكتف هتبقى افضل شوية بالنسبة لي وطبعا قاتينوا لو معايا كارديو فيسكولر ريسك بايت بيتا بلوكر ايو هتبدأ بيه وزي ما احنا قلنا من شوية مع الكمبينيشن اللي هو معاها دي فالحاجات الكارديو سيليكتف هتبقى افضل مش هتقفل البيتا 2 احنا عارفين ان فيه بيتا 1 في الهارت وبيتا 2 حاجات كتير قوي من ضمنها البرونكيال وكل البرونكيال موجود فيها البيتا 2 فالبيتا 2 هدفها ان هي تعمل ريلاكسيشن في البرونكيال سموث ماصل فلو انا قفلتها بنون سيليكتف بيتا بلوكر زي البروبرا نولولو نادولولو هتعملي برونكو كونستريكشن فلو العيان اصلا عنده برونكو سباستيك كوندشن زي الاذمة مثلا والسي او بدي ان انا تديله حاجة بيتا بلوكر خلاص او ممكن بعض الاحيان لو هو ان كنترول ستبقى كونترا فالافضل ان انا اميل للكارديو سيليكتف ايجنت زي الاتينولول والبيزو برولول والميتو برولول طبعا الميتو برولول ساكسينيت هو المفضل وخصوصا في الهارت فيلير لانه هو بيتخد وانسي ديلي ويعتبر هو سستيند ريليز اصلا طيب والنون سيليكتف افويد طبعا في البرونكو سباستيك زي ما انا اتكلمنا ولكن البروبرانولول ولكن المتابق يستعمل زي نعلانات أخرى مثل بين الحجم حريب بالحهاوات الهايدروفاليك فيرسس لايبوفاليك ايجان. مهم قوي يبقى عندي الايجانت بتاعي لايبوفاليك شوية عشان يعدي البلود بريم باريير عشان يمنع السيمباثاتيك سيرج اللي احنا تكلمنا عليه من شوية وده بيمنع لي السادن اه ديث اللي بيحصل ايرلي مورننج سادن ديث وخصوصا من العيان اللي عنده فمهم قوي. كمان البيتا وان بتمنع الراينين. كمان فبرضه هتفيدني انها هتمنع الاكتيفيش متاع الرهيس سيستم. فعلى الوينجين بتمنع الراس وبتمنع السيمباثاتيك سيرج. السيمباثاتيك اكتيفيشن. خلاص. فمين الهايدروفاليك ايجانت انا عندي الهايدروفاليك ايجانت اللي هو اتينولول بهايدروفاليك عشان كده بيسميه باد بيتا بلوكر ما بيعديش البلود بريم باريير. فمالوش اي افكت على السيمباثاتيك سيرج. فالعيان اللي عليه ممكن يبقى فيه صادن ديف انسيدانس عالي شوية عن الحاجات التانية. تمام طيب السوتالول اللي مختصرة في الناس بلاس اي. اللي هو هردة نادو لول therapist ده انس Survivalinta لول متى لا يستخدم اوى في clinical practice. الال هو رويل الساها اليون دوقتي. السوتالول اللي هوстав heterol السوتالول ايض 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 حالي في الهيبيرتنشن ولكن استخدمه في clinical practice في الاريزميا زى ما احنا اخدنا بتاسيمorder one called Pol guitars activity مع convector ted allows called beta blockered طيب الإيل هو إزملول إزملول برضو مش بيستخدم في الكرونيك مانجمنت ولكن أكتر في الهايبرتنش أو الهايبرتنسف كريزيس أو امرجنسز تمام بقية الحاجات بقى ليبوفيلك أكتر الحاجات اللايبوفيلك اللي هو البروبرانولول أكترهم ليبوفيليستي هو البروبرانولول ولكن لو إكستنسب فرست باس ميتابوليزم فاخد بالي من الحاجات دي بعدو البيزوبرولول والميتوبرولول والنيبفلول مهمة قوي 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 بيتا بلوكر ولايبوفيلك ولوه كارديو سيلكتيفتي وفازو ديليتور اكشن فعليه دراسات حلوة قوي وبينفع طبعا في الهورت فيلير تمام والكارفيديلول برضو من الحاجات اللي هي لها لايبوفيليست شوية فبتعدي البلود برين بارير يبقى السيلكتيفتي هتفرق معي قوي نقولهم سريعا كده بسرعة السيلكتيفتي هتفرق معي وخصوصا لو العيان عنده كوموربيديتز زي مثلا برونكوس باستيك كونديشن هيبقى الافضل ان انا ادي سيلكتيف ايجنت تمام مش نانسيلكتيف عشان ما يحصل لاش برونكوس بازب العيان اللي عنده بريفرال فاسكولار ديزيز افضل ان انا ادي الحاجات اللي هي اااا ليها فازو ديليتور اكشن زي نيبي فيلول او ليها الفا بلوكيد اكشن زي الكارفيديو اللابيتالول ولكن اللابيتالول بيستخدم اكتر في البرجنانت هايبرتنشن او الهايبرتنسف انديوز باي برغنانسي وفي نفس الوقت ممكن استخدمه في الهايبرتنسف اميرجنسي تمام على النقيد التاني بقى بشوف الهايدروفاليك ايجنت فيرسوس لايبوفاليك يهمني اوي ان الايجنت يبقى له لايبوفاليستي عشان يعدل بلوت بريم بارير ويمنع لي السيمباثاتيك ثيرج والصدن ديث اللي ممكن يحصل والم اي والكسة دي ايرلي مورنين وكمان بيمنع ثرومبوزس فبيعمل برضو ايرلي مورنينج بليتلت اجريجيشن ده بيزيد قوي مع السيمباثاتيك سيرج ده فبيمنعه فبيقلل الانسدنس اف ام اوي اند ستروك فبيمنع السرومبوزس كمان بقى على الليبت بروفايل بعض الحاجات ممكن تيبقى لها باريابل افكت كده على الاتش دي ال كلهم بيقللوها فيما عادة الكارفيدلول والبيزوبرولول ما بيأثروش عليها وبقى لحاجات فحتى على الليبت بروفايل احسن ايجنت برضو نيبي فيلول كارفيدلول بيزوبرولول تمام زي ما احنا قلنا من شوية البيتا بلوكر زي منهم حاجات تستخدم في الهارد فيليار وز رديوز دي اجيكشن فراكشن الفور بيتا بلوكر اللي احنا اخدناهم حضراتكم بقى تجاوبوا على السؤال ده الحاجات اللي ليها في العادي ما بناخدهاش اصلا كتير في الكلانيكال براكتس وكمان لو العيان عنده اسكيميك هارت ديزيز وبوست ام اي خصوصا وهارت فيليار ايو هتستخدمها الا لو كان العيان اه بوست ام اي وعنده سيفير برادي كارديا في الحالة دي ممكن بسموح لي ان انا استخدم دوزس من الحاجات دي خلاص طيب البيتا بلوكر والثيزات حضرتك بقى تقول لي ايه المميزات والعيوب بتاعتها بنانا على كلامنا الادفرس افكت بروفايل بتاعي الادفرس افكت بروفايل بتاعي زي ما اقولنا عنيف شوية مش احسن حاجة بيعمل لي هايبرجليساميا ومسكت الهايبو جليساميك سيمتمز وفتيج ودروزينيس وسيديشن وسيكشوال دسفنكشن وبرونكو كونستريكشن في الحاجات النونسيليكتف زي ما احنا اتكلمنا ولكن الموضوع مختلف شوية وزي ما اقولت فيه دراسات وعدة لا افكت على بلاد بيشار سنترلي والاورتيك ستيفنس والاندوثيريال فونكشن كمان الادفرس افكت بروفايل مش زي الحاجات التانية اللي هي الكلاسيكال بيتا بلوكر في حاتة نيو اونسي دايبيتس ما بيعملش الكلام ده خالص وكمان ملوش ادفرس افكت على السيكشوال فهيبقى مهم جدا بالنسبالي الكلام مش مكتوبة نقولها سريعا هي زيها زي الكالسيومتشانل السيفير براديكارديا سيفير هاي بوتنشن السيكسينس سندروم والاكيوت دي كومنسيتيت لو العيان مش عليها ايوها تبدأها تمام طيب زي ما احنا قلنا هناك طيب ايه تاني الحاجات بقى اللي عليها الريلاتف ممكن استخدمها العيان اللي على برونكو سباستيك ممكن استخدم الحاجات اللي هي الابحاث يعني معمولا هي ممكن تحسن المرتلتي بتاع السي او بي دي والقصة دي السيفير ديبريشن اوعى تستخدم البيتا بلوكر ليها هاي للايبوفيليستي بتزاو العيان البريفرال ارتري ديزيز او بريفرال باسكوري ديزيز خد السيليكتف افضل وخصوصا الحاجات اللي معاها الفا بلوكيد او زي النيبيفولول والابيتالول والكارفيديلول والان كنترول ضيابيتس اوعى تاخدها عشان القصة بتاعت الهايبرجليسيميا او اللي تابع العيان واخدها وز كوشن برضو كده خلصنا البيتا بلوكر ناخد بقى الحاجات اللي ما بتستخدمش كتير كسول هايبر تنشن ممكن استخدمها لو العيان عنده كوموربيتس تانية الالفا وان بلوكيد دوكسازوسين برازوسين كلنا طبعا عارفين الحاجات دي في السوق بتعمل من اسوأ الحاجات اللي بتعمل orthostatic hypotension وخصوصا في كبار السن بتستخدم كsecond line وخصوصا لو العيان عنده بيناين prostatic hyperplasia أو hypertrophy حاجات central acting central acting زي الكولوندين مثلا هو الميثايل دوبة الجوانفاسين ده ما بيستخدمش فقط في الADHD دي طبعا من الجايد ولكن احنا هنقول حاجات الفلكلانيكال براكتس الكولوندين خد بالك ان انت بستخدمه last line لو ان العيان بقى resistant ومش لاقي اي حاجة ممكن استخدمه ااخد بالي بس ان انت تافويد لانه بيعمل وممكن يدخل عيان في استخداماته الاخرى الاشهر انه بيستخدم في ممكن استخدم في على تأثير كويس مع الاطفال في ممكن استخدمه في والمثال طبعا كلنا عارفين انه بيستخدم في البراغنانسي اكثر في الهي بيعملوا سلط لو استخدمتهم يعني مع ال بيتا بلوكر او وده جدول في سواء حضراتكو مجمع لكل الادوية اللي احنا ذكرناها تمامي بقى احنا كده خلصنا الادوية تعالوا نخش بقى سريعا على لان كلنا تعبنا وانا تعبت جدا بنخش على المفروض وانا بعمل الفلو اب باشوف الفريقونسي والفلو اب العيان هيجيلي امتا وبعمل الاساسمنت البراغن عشان اشوف الاسكاليشن والاسكاليشن والتايتريشن والقصة دي باشوف الاسكاليشن ايبوتنشن ايباليواشن الادفرس افكت مونيوتورينج والادهرنس اساسمنت زي ما احنا اتكلمنا دوزج اجاسمنت بقى هتعمل دي اسكاليشن اسكاليشن هتزود هتحط هتضيف موديفكيشن على حسب ما انت شايف العيان بتاعك تمام واللاب تس طبعا اهم حاجة الالكترولايت والسيروم كده زي ما احنا شفنا الادلت بيقول الادلت ايباليواشن ايباليواشن في البداية كده لو العيان ايباليواشن واول تشخيص لو هو مش هاي خليجي لك بعد اسبوع الهايبر كالميا بقى وال والقصة دي خليجي لك بعد اسبوع لو العيان كويس ومعندوش اي مشاكل تانية شهر كويس قوي تأسس الريسبونس والحاجات اللي احنا قلناها دي وتشوف والقصة اللي احنا قلناها دي طيب اه لو العيان جايلك بسفير من البداية مرتفع جدا ما تأخروه الشهر كامل خليه اسبوع لأسبوع كويس وطبعا ففي البداية كده على حسب انت شايف العيان بتاعك في البداية ما تأخرش العيان قوي خليك من اسبوع لأسبوع لو هاي ريسك خليه بعد اسبوع لو العيان بتاعك كويس يعني فخليه بعد اسبوع لو هو لسه مشخص لو مشخص من زمان وبالطبع العلاج شهر كويس ولو هو والدنيا كدت كويسة وما فيش عنده مشكلة خالص وبيأدهير على عملت لها تمام ابتدي حياته مرة كل شهرين وبعد كده كل تلت شهور وبعد كده ثبت كل ست شهور لو هو تبتدي تخليه كل تلت لست شهور وبعد كده كل ست شهور اصلا ممكن تعملي فحاول على قدر امكانك ما تقطر الزيارات على المريض طالما مش مستدعي لو مستدعي لازم تجيبه طبعا ممكن ألجأ كحاجة كده بديل مثلا طيب لو العيان هاي نورمال بلود بريشر اللي احنا عملنا الرينج بتاعه ده بعمله ريجول فولو أب برضو أت ليست العيان ده لل بعد شوية وممكن نحط برضو ال ال نحط هنا برضو نجيبهم ونشيك عليهم لأنهم أكثر عرضة من غيرهم زي ما احنا حكينا قبل كده وبرضو بيئيس في ال وبيئيس برا ال ويتابع وال بروفايل بتاعه بيبتدي تشيك كل مرة اللي هو مش مش على العلاج لازم أتابعها كل مرة ولو يحتاج في أي وقت من الأوقات تديله خلاص يبقى دي قصة يبقى تجيبه عشان تشيك عليه ما لم تحدث أي حاجة يعني الكلام نحن نقول ده العيان مفهوش أي مشكلة ففي حاجات متفق عليها بنت نقول ها لو العيان حصل له اي مشكلة في النص هاته في الفيزت وابتدي يعمله مختلفة شوية وخاصة بيه شك طبعا ولو محتاج تريتمنت بتدي تدي طب لو بتعي في وانا بشيك عليه اللي هو أعلي من مية عشر على تمانين ده ممكن يعني من ثلاثة لخمس سنين وكل خمس سنين كويس طب لو هو نورمل اللي هو من مية وعشرين لمية تسعة وعشرين والديستوليك من تمانين لاربعة وتمانين لأ كل لتلات سنين هيبقى مناسب في الحالة دي طيب لو ابتدى يقلى في الزيارة وانا بقى أثناء بشوفه بقى هتصير نفس الكلام اللي احنا قلناه من اهم طبعا الحاجات بس موجودة ولا لقى العيان مش ماشي على كويس بياخد ملح كتير بياخد لأي سبب وها مش عارف لو ملقيتش بقى اي سبب بابتدي اعمل موديفاي للرجمن بقى موديفكيشن للرجمن بتاعتي والكصة اللي احنا قلناها قبل كده ودي برضو بعض الحاجات اللي هتساعدنا في فهم الادهرنس شوية حضراتكم قروها قلنا كلام كتير منها وإحنا بنتكلم اخر حاجة معي النهاردة ان شاء الله في الليكتشور هل العيان اللي هو عنده هايبرتنشن فقط ينفع عمله برايماري بريفنشن وزي ما احنا اتكلمنا قبل كده وانا بتكلم عن برايماري بريفنشن بحط معي فور بيلر او اربع حاجات او اربع عامدة كده اللي هو ده العيان اصلا عملها عندي الاسبرين والستاتين و كومبليمنتري مادسين يبقى دول الفور بيلر اللي انا بفكر فيهم لأي عيان كارديو فاسكلر عايز اعمله برايماري بريفنشن انا بتكلم على عيان الهايبرتنشن فقط مش معاي اي كوموربيديتز من اللي احنا قلناها هل هعمله برايماري بريفنشن ولو هعمله هعمله بإيه من الاربع دور ولا الاربع مهتمين تعالوا نشوف طبعا الرايماري بريفنشن باللايف ستايل موديفكيشن ده احنا قلناها ده عيان الهايبرتنشن هيستفيد منها بضيباتك والدسل بدمية يبقى هو اصلا انا عمله لايف ستايل ميجر ولايف ستايل انترنشن ماشي عليها المفروض تمام يبقى كده قصة خلصت تعالوا ناخد عشان نخلص لها لو انا قدرت اتديهم للعيان من الاكل وياخد كفايته اوكي ما قدرتش ممكن اتديله من بره في تمام يبقى دي قصة الاتنين يعني اللايف ستايل هيمشي عليه والكومبليمنتري ميديسن التلت حاجات دول هيبقوا كويسين اوي وهيمشي عليهم يبقى فاضل لكده الاسبرين والستاتين تعالوا نشوف الاسبرين قالت عليها ايه الاسبرين بتقول اللو دوز هو 75 لمية ملي جرام طبعا ده يعني فور برايم 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 في العيانين اللي من 40 ل70 سنة وعندهم يعني انا بشوف الاس سي في دي رسك بروفايل لو العيان هاير رسك وفيري هاي رسك ممكن استخدم الاسبرين هو وازن وازن بين استخدام الاسبرين طيب لو دوز اف 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 او تستخدم ها كروتين باز كبرايم برايم برايم لعيان عنده اس سي في دي رسك او ما عندوش واكتر من سبعين سنة يبقى انا كده الخلاصة بتاعتي بحط الاسبرين بتاعي لو انا عندي العيان بتاعي من 40 ل70 سنة وعند هاير زي ما احنا متعودين لو العيان ما عندوش اي حاجة اوعى اوعى تدي طيب العيان الدياباتك وعنده او ممكن اتدي لو عنده انما لو عيان عنده اوعى تدي الخلاصة اللي احنا عايزين نقولها من الاسبرين الاسبرين is not recommended for primary prevention and hypertensive patient without cardiovascular risk or cardiovascular disease ما عندوش اي compelling indication تاني اوعى تدي له الاسبرين it can be used for secondary prevention only لو العيان مسلا جاله stroke مرة فهتدي له اسبرين جاله ischemic heart disease مرة فبستخدمها ك secondary prevention تمام يبقى اوعى الاسبرين يستخدم ك primary prevention لعيان الضغط فقط طيب الستاتين برضو بستخدمها الجدول اللي احنا عارفينه العيان ده اللي يهمنا وزوى الضايبيتس ومن اربعين لي خمسة وسبعين سنة بتشيك على risk score بتاعي لو هو في moderate risk بتبتدي تستخدم له بقى تانشيط الستاتين سواء moderate على حسب الريسك بتاعك تمام وبرضو اقروا الكلام ده يبقى الستاتين بس باخدها لو حسبت له risk score ولاقيته اعلى من سبعة ونص اللي هو moderate او اعلى من كده بعمل discussion وبحدد باقي الرسك بتاعتي وبشوف هي باقي eligible لي المدرت ولا على حسب العيان بقى عنده ضايبيت يسمع من قصص اللي اخدناها في الستاتين وده برضو حضراتكم تعروها وده intensity of lowering treatment كل اه كاتيجوري بتقلل اد ايه high intensity بتقلل اكتر من خمسين في المية moderate intensity طبعا احنا عارفين الاجent من الهنا ومين الهنا اكتر من تلاتين في المية لو حطيت high intensity مع ازي تي تي ال 65% bcsk9 inhibitor طبعا ما بيستخدموه كprimary prevention ولكن لو العيان عنده familial hyper cholestronomy عشان غاليين قوي alirucumab و evolucumab اللي هي رباثة في السوق مش بيستخدام قوي في clinical practice ولكن اعرفوهم برضو دي برضو بعض الحاجات على primary prevention واستخدام الستاتين هسيب بقى لحضراتكم حاجات كثيرة بقى لو عنده diabetes لو عنده كذا هستخدم له ايوة كذا حضراتكم تقروها كده سريعا ايسانك ان احنا مش هنقدر ناخد حاجة النهاردة ولا هنعمل discussion ولا نستقبل اسئلة ولا نحل cases فالمرة اللي جاي بقى هنحل cases ونعمل discussion في اي حد عنده حاجة يبتدي يأجلها للمرة الجاية والحمد الله اتمنى ان حضراتكم تستفيدوا من الليكتشور دي لا تبقى بس تضيع وقت وخلاص وحبيت ان اعملها من الكلام النظري الانشاء اللي احنا دايما متعودين عليه هتمنى انها تفيد ان شاء الله ولو فادتكو تفيدوا بيها غيركم هبعتها لكم طبعا على drive ان شاء الله بعد ما خلص كده بكرة ولا بعد والمحاضرة اللي جاية ان شاء الله هنعمل عليها discussion وcases ولو حد عنده سؤال طبعا رسلوني على الواتساب كلنا على الجروب مفيش مشكلة خالص في اي وقت وكلنا تحت عمركم بالتوفيق ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله